وسيسألون هل علمتم أن هدي محفوظ في جملته وتفاصيله سنقول اللهم بلى اللهم نعم نعلم أن القرآن محفوظ جملة وتفاريق وتفاصيل هل ضمنت لكم أن سنة النبي محفوظة جملة وتفاصيل اللهم لا ومن قال هذا فقد غلب على عقله ولا كلام لنا معه لأنه مضطر أن يعترف أن فيما يعرف بالحديث والسنة والسيرة الصحيح والحسن والضعيف والموضوع المكذوب إذا لم تحفظ في تفاريقها لم تحفظ في تفاصيلها حفظت في الجملة في سنة أكيد في سنة من الذي ينكر السنة إلا مجنون أيضا من الذي ينكر السنة إلا مجنون لكي تغامر بإنكار السنة أنت لابد أن تغامر بإنكار حتى وجود النبي النبي إذا حق وهو حق بلا شك أنه وجد وعاش وراح وأتى وتكلم وأخذ وأعطى فلابد أن تكون له سيرة وسنة أخي عين هذه السيرة والسنة تاهت علينا تاهت كلها ما هذه المشكلة؟ هذا الجنون في التطرف يا إخواني منهم من يتشبث بكل ما يدعى سنة وخاصة موجود في الصحاح وما سيق مساقها ويزعم أنه لابد أن يتلقى ما الصحيح؟ ليس قرآن لكي يتلقى كله بتفاصيله ليس قرآنا لكان إذن قرآنا ونصح لكم أن تقولوا مضمون لنا الصح والثبوت له في الجملة والتفاريق والله لا يستطيع عاقل أن يقول هذا أدعوكم الكلام به الذي لا قيمة له من حلف أي بالطلاق على زوجته أن كل ما في الصحيحين صحيح فلا تطلق غير صحيح لو سألين أقول له تطلق جدد عقد زواجه راجعها تطلق ليس كل ما في الصحيحين صحيحا نشهد بهذا أمام الله تبارك وتخلا اتقوا الله اتقوا الله في أمة محمد وفي كتاب الله وفي سنة محمد وفي محمد نفسي عليه الصلاة وعفظه السلام على كل حال